رعب من زلزال كارثي بشدة 9 درجات مصدرة ثقب نفاذ بقاع المحيط الثقب القابع على بعد 50 ميلة من ساحة الولاية أورغون الأمريكية ضخ سائلاً ساخناً أثار حفيظ العلماء إثير ثقب ظهر في المحيط الهادي الخوف والرعب لدرجة أن الخبراء أعلنوا نفير تحسباً لأن يأدي حدوث صدع بقاع المحيط لزلزال مدمر وحسب صحيفة داصن البريطانية فأن الثقب القابع على بعد 50 ميلة من ساحة الولاية أورغون الأمريكية يضخ سائلاً ساخناً أثار حفيظة العلماء الذين يحذرون من احتمالية أن يأدي إلى وجوع زلزال بشدة 9 درجات قد يدم للساحل الغربي وعلى الرغم من أن هذا الثقب يتواجد على طول خط صدع يقدر طول 600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كندا والمعروف باسم منطقة كاسكيدي سابدكشون زون قد تم اكتشافه في عام 2015 بيد أن المثير للقلك هو السائل المنبعث من الفقه هو ما يسمى زيت التشحيم والذي يسمح للصفاء حتى كاتونيا بالتحرك بسهولة وفي هذا الصدد قال عيفن سولومون أستاذ علم المحيطات الجامعة واشنطن والذي شارك في دراسة تحليلية أن فقدان السوائل يقل الضغط السوائل بين جزيئات الرواسب وبالتالي يزيد الاحتكاك بين الصفيحتين المحيطية والقارية وبزيادة السائل الموجود في شكوك الصدوع يقل الضغط بين الصفيحتين التكتونيتين وبدونها يمكن أن ينمو الضغط تحت القشر الأرضية مما يحدث زلزالا مدمرا ما يصد خلال الاستكشاف ليس مجرد فقاعات مثان بل أن الماء يخرج من قاع البحر مثل خرطوم وطفاء الحرائق وكانت السوائل المتسربة من الثقب أكثر دفئا مقدار 16 درجة فهرونهايت من مياه البحر المحيط وكانت قادمة مباشرة من كاسيكاديان حيث تقدر درجات الحرارة بنحو 300 إلى 500 درجة فهرونهايت يرجح العلماء أن منطقة أندوساسكا سيكاديانس تكون ذات يوم مركز الزلزال الكبير وهو زلزال لم تشهده البشرية منذ برون وقد يدمر العديد من المدن في غرب أميركا ويقدر العلماء شدت هذا الزلزال بأنها أقوى 30 مرة من أعنف زلزال متوكع على طول صدع سان أندرياس الذي يمتد على طول كاليفورنيا يذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير والذي دفن تحت أنقاض أكثر من 50 ألف ضحية بين البلدين وأصاب شرد مئات الآلاف أثار موجة عالمية من الذعر والخوف من مصير مشابه قد يضرب أي جزء من الكرة الأرضية وأصبحت كلمات زلزال كارثة وهزة أرضية ومجياس ريخترو تسونامي هي الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث حول العالم وبدأ الجميع يفكر في سيناريوهات الدمار المحتملة وما إذا كان من الممكن حدوث زلزال قد يتسبب نهاية البشرية وسط مخاوف وتساؤلات عما إذا كانت كشرة الأرض قد أصيبت بالفعل التصدعات لا رجع عنها